ولا نسى دائما في كل خروج إعلامي أو في كل مطمر أن نترحم على أرواح الأبطال الذين دفعوا بليبيا نحو الأمن ونحو الاستقرار شهداء قوات مسلة عربية ليبية وندعو كذلك للرجال الأبطال الجرح والنصابين بالشفاء العجل وكذلك نحيي ونقدر مشهودات الرجال في كل محاور القتال الذين الآن يحمون ويحرصون حيبة الدولة ليبيا كما نحيي ننقل لكم تحييات سيدي القائد ويقود في معركة سياسية كبيرة جدا إلى جانب المعركة العسكرية ويحمل بكل أمانة طموحات وأمال الشعب الليبي وينقلها لكل الملتقيات الدولية التي تخص الأزمة الليبية ما دفعنا لعقد هذا المؤتمر الاستثنائي هو محاولة انقاذ الرأي العام الدولي والمحلي من التظليل ولكذيب التركية حول الموقف في ليبيا المحتوى أردوغان يحاول تسويق أشياء غير واقعية أشياء غير موجودة على الأرض الواقع للرأي العام الدولي وتأثير على مؤتمر برلين تسريحاته اليوم لصحيفة بلتكو يترجمو اسمتنة من قبل يترجمو بلتكو تسريحاتي ترجمو nós